من فك الشارع العراقي منذ انتهاي أعمال مؤتمر دول جوار العراق وهو يتحدث باستهجان وسخرية عن تجاوز وزير الخارجي الإيراني إحسين أمير عبداللهيان البروتوكولات الدبلوماسية عندما ترك موقعه في الصف الخلفي واصطف مع رؤساء الدول خلال التقاط الصور الجماعية في بغداد وسواء كان هذا الأمر عفويا أو متعمدا إلا أن إيران التي تجيد لغة الرسائل جعل من كفة من يتحدثون عن كون الأمر مدبرا هي الراجحة خاصة وأن منصات مرتبطة بالحرس الثوري على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرت أن ما جرى ترجمة عملية لوصايا الخميني التي تتحدث عن تسييد إيران للمنطق عبداللهيان الذي تحدث وفقا لمراقبين وكأنه زعيم ميليشيا عبر كيل الاتهامات واستعراض المواقف السياسية أضاف لأجندة إحراج حكومة الكاظمي بسبب سلوكياته بندا آخر عندما صرح قائلا إن مستوى التعاون التجاري بين بلاده والعراق بلغ أكثر من 300 مليار دولار ليسارع الكاظمي ومن حوله من الوزراء وبشكل أقرب إلى الفوضى لاستبدال الرقم المذكور ب13 مليار دولار فقط التبادل التجاري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الإراق على مدى السنوات الماضية إلى أكثر من 300 مليار دولار مئات المليارات التي ذكرها عبداللهيان ليست زلة لسان عابرة فصحيفة ميديا بارت الفرنسية أكدت أن إيران تستنزف أموال العراق عبر تهريب العملات الأجنبية وبإشراف مباشر من الميليشيات الولائية التي حولت العراق إلى بؤر لغسيل الأموال بحسب تقرير لقناة فرانس 24 رئيس البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي قال إن إيران لديها موارد مالية كبيرة في العراق واتفقت مع حكومة بغداد على استخدام هذه الأموال في شراء السلع الأساسية عن طريق المصارف العراقية ليتصدر العراق قائمة أكثر الدول استيرادا من إيران خلال الأربعة أشهر الأخيرة وفقا لمنظمة التنمية التجارية الإيرانية ليقابلها التوقف وتعطل مزيد من المصانع والشركات في العراق انتهى مؤتمر جوار العراق وأوصلت إيران رسالتها للدول الجوار وغيرها بأن العراق محافظة ضمن الإمبراطورية الفارسية والتي عاصمتها بغداد بحسب مستشار الرئيس الإيراني السابق علي يونسي ترجمة نانسي قنقر